أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن ها نحن طلابي نلتقي في هذا الأسبوع للحديث عن رسالة عمان حيث سنتطرق إلى مفهومها وإلى مبادئها والحديث عن محاور رسالة عمان نقول طلابي بأن رسالة عمان شهدت وشيدت في رمضان عام 2004 وهي إطلاق رسالة عالمية نبعث وبعثت من خلالها تعليم القرآن الكريم ووسطيته ومن رؤية الهاشمية النيرة بأن علينا واجبا إنسانيا ومهمة عالمية ينبغي أن يكون وأن نقول بهما خدمة للمجتمع الإنساني والدفاع عن الإسلام العظيم ومبادئه نعم طلابي إن رسالة عمان كفكرة اجتمعت أركانها في الأردن وتوقدت في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك خطت فيها حروف العربية وأطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه إذ ليقول للعالم إننا إخوة وهذا هو الإسلام الذي يقوم على المحبة والسلام وينبغي العنف والتطرف والإرهاب أما إذا ما تحدثنا عن محاور رسالة عمان فهي جاءت على ثلاثة محاور جاءت أولا لوقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب الخلافات العقائدية بينهم واعتراف كل المسلمين ببعضهم البعض ونتيجا لذلك هو توحيد للأمة وبعد ذلك جاءت للحديث عن وقف أو على الأقل تعريت الفواتي والفتاوى الغير صحيحة على أيدي الجهالاء الذين هم غير مؤهلين لذلك والتي تضلل الناس في كل الأنواع والأفكار الخاطئة والمدمرة أيضا طلابي من مبادئ رسالة عمان العدالة في معاملة الآخرين تكريم الإنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه الرفق واللين ونبذ العنف واحترام المواثيق والعهود تحقيق الرحمة للناس أجمعين واحترام حق الحياة لغير المقاتلين والتسامح والعفو والتوازن والاعتدال أيضا طلابي نقول بأنه بلغ عدد القادة الدينية والسياسية الذين وقعوا على رسالة عمان في تموز عام 2006-2005 أكثر من 552 مفكرا من 84 بلدا عربيا وإسلاميا وأجنبيا حيث قرأ هؤلاء والملايين غيرهم رسالة عمان ووجدوا فيها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات تصلح أن تكون منطلقا للحوار والتقارب من أجل الوصول إلى تفاهم مثمر ومن هذه القواسم المشتركة السلام والأمن والتعامل والتكافل والعدل والرحمة فيما بين الناس هذا الطلابي مجمل الحديث عن رسالة عمان والنقاط أو أهم النقاط التي لا بد لك من التعرف عليها طالب منك الذهاب إلى المنصة التعليمية لحل الأسئلة المطلوبة هناك وأيضا العودة إلى صفحة 90 والإجابة عن الأسئلة الموجودة في هذه الصفحة والتي تختص بعنوان درسنا رسالة عمان بين المفهوم والمبادئ هذا الطلابي مجمل الحديث عن رسالة عمان في وحدثنا الجديدة في فصلنا الدراسي الجديد إذا كان لديكم أي استفسار بإمكانكم المراجعة من خلال الإيميل أو من خلال الحصة الدراسية شكرا لكم ودمتم في رعاية الله